كأنه مقطع من فيلم هوليودي حدث صادم وغير متوقع سجناء من تنظيم الدولة في سجن مدينة الحسكة يتمردون ويفر عدد منهم خارج أسوار السجن حكاية الهروب الدراماتيكية يرويها مدير السجن هناك بأن سجناء التنظيم حطموا كاميرات المراقبة وخلعوا أبواب المهاجع واستخدموها لفتح ثغرة في الجدران ومن ثم لا ذو بالفرار أما الأغلبية المتبقية داخل السجن فهي تسيطر على الطابق الأرضي تماما وتحتجز عددا من عناصر قسد الذين يتولون الحراسة وهذا ما أكدته إدارة السجن قبل أن تعلن أنها سيطرت على الوضع وأنهت التمر بعد فرار عناصر التنظيم استنفرت قوات سوريا الديمقراطية وبدأت بتمشيط المنطقة المحيطة بالسجن كما أن طيران التحالف الدولي يحلق في الأجواء بحثا عن السجناء الهاربين قبل التمرد والهروب كان السجناء يطالبون بلقاء ممثلين عن التحالف ومنظمات حقوق الإنسان إذ تقاطع كثير من الروايات عن انتشار الأمراض داخل السجن الذي يعاني من الإهمال ويضم أكثر من خمسة آلاف سجين ينتمون إلى أكثر من خمسين جنسية هي ليست المرة الأولى التي يشهد فيها سجن الحسك تمردا ومحاولات هروب قبل عدة أشهر خطط وحاول السجناء الهرب عدة مرات إلا أن المحاولات باءت بالفشل غص سجن الحسك بعناصر التنظيم بعد السيطرة على الباغوز وهزيمة التنظيم في آخر معاقلة واستخدمت قصد هؤلاء كفزاعة في وجه التحالف والعالم مهددة بأنها قد تفقد السيطرة عليهم خاصة بعد العملية العسكرية التركية ضد قصد ما يفتح باب التساؤلات عن قدرة هؤلاء سجناء المنهكين في تحطيم جدران السجن الحصيم والهرب أمام أعين حراس قصد المدججين باستلاحة ربما مع انتشار وباء كورونا بات الأمر بالنسبة لسجناء التنظيم مسألة حياة أو موت ويبدو أن نهاية الفيلم ما زالت بعيدة